من دون مقدمات انتهت أزمة السفن في مياه بحر العرب كما بدأت بالكثير من الغموض أعلن اختطاف سفينة النقل أسفلت برينسس وفقدان السيطرة على سفينتين أخرتين منها سفينة جولدن بريليونت وبالطريقة نفسها أعلنت مغادرة القاطفين للسفن وسط تضارب في المعلومات عن حقيقة ما جرى قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر قال ان الوقت قطحان للتشدد في التعامل مع ايران مشيرا الى ان الحاجة باتت ملحة لتحميل ايران مسئولية سلوكها المتهور وشدد كارتر على ان السلوك الايراني في حال عدم ردعه يمكن ان يؤدي بسهولة شديدة الى سوء التقدير الكارثي وبالفعل بدأ الخبراء بالحديث عن سيناريوهات للرد على ايران تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والزام ايران بدفع التعويضات وصولا الى استصدار قرار من مجلس الامن الدولي لخنق نظام الحكم في ايران سياسيا واقتصاديا وفي هذا السياق كشف وزير الدفاع الاسرائيلي بني جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد في احاطة لسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي عن الشخصية التي تقف وراء الهجوم التي تعرضت له سفينة ميرسر ستريت المملوكة من اسرائيلي الاسبوع الماضي وهو سعيد اراجاني رئيس قسم قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الايراني واوضح الوزيران للسفراء ان اسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف في مواجهة اي هجوم من هذا القبيل واي تهديد للاسرائيليين في المقابل وصفت الخارجية الايرانية بالمشبوهة ما يتم تداوله من انباء عن اختطاف سفن في الخليج وبحر عمان وحذرت من افتعال اي اجواء كاذبة لاغراض سياسية خاصة وفق تعبيرها انضم الينا من فرجينيا نورمان رول المدير الاسبق لشؤون الايرانية في المخابرات الوطنية الامريكية ومن طهران محمد صادقيا المدير المركز العربي للدراسات الايرانية مرحبا بكم ضيفي الكريم نبدأ معك سيد نورمان يعني في وسط حالة الانكار لا جهة ولا طرف يعترف بانه من يقف وراء الهجوم او الاحداث التي تقع في المنطقة هل الامور باتجاه مزيد من التوتر ومزيد من الفعل ورد الفعل مساء الخير لك ولضيفك من تهران وللمشاهدين طبعا نحن ما زلنا في نمط تصعيد امريكا واسرائيل ورومانيا ودول اخرى الان تريد ان ترى ما الذي يمكن ان تفعله لمنع ايران من القيام بتوسيع اتداءاتها في منطقة تشهد اكبر حركة من الناقلات والطاقة في هذا الممر البحري وبالتالي تستمر او يستمر استعمال الطائرات المسيرة والوكلاء للقيام بهذه المواجهات وقد يؤدي ذلك ايضا الى مواجهة مباشرة وكذلك لا يجدر ان ننسى الاستمرار في التفاوض مع ايران حول الملف النووي وهو امر معقد برأيك لماذا انكرت ايران او وصفت ما تتهم به هذه الحادثة تحديدا وصفته بالاكاذيب المختلقة هي في العادة لا تعلق لا نفيا ولا تأكيدا ايران كذبت كل ما يتعلق بنشاطاتها وارهابها الاقليمي تعترف فقط عندما تصبح الامور واضحة الى حد لا يفيد معها الكذب نعرف عن تدخل ايران في سوريا واليمن وتقديم ايران الاسلحة الى الحوثيين وتقديم المساعدات العسكرية الى حزب الله ولكن ايران لم تعترف ابدا بدورها في عمليات ارهابية وتعتبر انه عبر الانكار العالم سيتغادى عن الموضوع وينتقل الى ازمة اخرى وهو امر خطير لان ايران تصعد من هجماتها في منطقة معقدة للغاية سيد نورمان ضيفي من طهران يواجه مشكلة في الصوت سيلتحك بنا بعد قليل في غضون ذلك سيد نورمان ابقى معي لنستعرض المسار كيف كانت مياه الخليج اذ منذ ايام تعج بالاخبار الواردة عن حوادث متفرقة تصيب عددا من السفن التجارية وناقلات النفط الحادثة الاولى التي سجلت في هذا السياق هي حادثة ناقلة النفط زودياك ماريتيم التي تعرضت لهجوم من طائرة مسيرة اسفر عن سقوط قتيلين بعد ايام على بعد ستين ميلا بحريا شرق ميناء الفجيرة تعرضت الناقلة البحرية اسفلت برينسس الى حادثة اختطاف بعد صعود مجموعة مؤلفة من ثمانية الى تسعة على مثن السفينة والاستيلاء عليها بينما اشارت مصادر امرية بحرية الى ان المجموعة الخاطفة ايرانية الهوية قبل هذه الحادثة بثت سفينتان من بينهما ناقلة المواد الكيميائية جولدن بريليانت عبر اجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بهما بانهما ليستا تحت السيطرة حوادث السيطرة في السفن المتلاحقة تأتي بعد ايام ايضا من افتتاح ايران خط تصدير للنفط البري غورا عبر ميناء جاسك لتتمكن لأول مرة ايران في تاريخها من الاستغناء عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز اعود الى ضيفي من فرجينيا نورمان رول ومن طهران محمد صدقيان سيد محمد ارجو انك تسمعني الان وبان الصوت يردنا بشكل جيد كنت قبل قليل سألت ضيفي من فرجينيا عن كون طهران تنفي هذه المرة تصف ما توصف او ما فعلته بانه حديث عن الاكاذيب او اختلاق الاكاذيب هل لانها الان باتت واثقة بانه حتى لو اغلق المضيق هرمز فهي لا يضرها ذلك بشيء يبدو ان السيد صدقيان لا يسمعلي اعود اليك سيد نورمان يعني هل معطى تهديد نفط الخليج او عدم الاكتراف اذا اصبحت المنطقة خطيرة غير مسيطرة على الامن فيها واغلق حتى المضيق لان ايران اصبحت تصدر نفطها من خارجه سؤال جيد ولكن هناك عدة امور يجدر ان نشير اليها تكلمت عن عدة سفن فقدت السيطرة وربما تكون ايران قد استعملت بعض الادوات للتشويه على الادوات التي تسمح للسفينة ان تتأكد من موقعها هناك تاريخ لعملية محاولة تشويش على عمل هذه الادوات ونعرف ايضا ان هناك البناء الذي حصل في بندر عباس ولكن الامر ليس بالضرورة سليما بالنسبة لايران طبعا هو يسمح لايران ان توفر من تكاليف نقل الناقلات التي تحتاج الى اربعة او خمسة ايام للوصول الى جزيرة خرق وبالتالي لست متأكد ان هناك حماية اضافية لايران من هذا الاطار ما الحد الاقصى الذي عندما تصل اليه ايران يتم التعاطي معه على انه خطر دولي وان المسألة لم تعد فقط مجرد وسائل او سبل ضغط او مناكفة او مخاصمة ما بين طهران واسرائيل هذا السؤال مهم للغاية وهذا السؤال كان يجدر ان يجيب عنه المجتمع الدولي منذ سنوات على سبيل المثال ايران تسمح للحوثيين ان يستعملوا التكنولوجيا الايرانية الصواريخ والطائرات المسيرة لاطلاق الصواريخ على المملكة المتحدة هذه الاسلحة غير دقيقة وتؤثر على حياة الاماراتيين والسعوديين في خطر ونرى ان ايران تقليديا لا تتراجع عن القيام بهجمات مكلفة عبر وكلائها وهناك هجمات لطالما قتلت اشخاصا ودمرت منشآت ولكن حتى الان ايران لم تتراجع عن هذه الهجمات رغم التنديد ولا اتوقع انها ستتراجع عنها مع هذا الرئيس الجديد احيانا ربما في المستقبل تصل ايران الى عملية تؤدي الى نزاع عاد الينا سيد محمد صدقيان سيد محمد ارجو انك تسمعني الان بشكل جيد ضيفي من فيرجينة سيد نورمال رول كان يتحدث عن تهديد الايراني الخطر الايراني في المنطقة هل تسمعني سيد محمد على الآن انا اسمعك نعم طيب انا سألتك سيد محمد الحمد لله انك معنا الان سألتك عن قبل قليل سألتك عن النفي الايراني وصف ما يحدث بالاكاذيب المختلقة هل لان ايران الان ارتفاع مستوى التوتر لان ايران الان ليس بيدها عودة امريكية للاتفاق الووي وقادرة على تصدير نفطها دون المرور عبر مضيق هرموز يعني لو سمحت تعيد السؤال سألتك هل لان ايران اصبحت تصدر نفطها من خارج مضيق هرموز عبر ميناء جاسك وليس بيدها عودة امريكية للاتفاق الووي اصبحت لا تعبى بمستوى التوتر الذي قد تصل اليه الامور في مياه الخليج مساء الخير لك ولضيفك واعتذر عن رداءة الاتصالات انا اعتقد بان ايران لا تريد ان تنسحب من المباعدات وهي تريد لحد الان حتى في عهد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي ايران تريد ان تستأنف المفاوضات مع الجانب الامريكي مع خمسة زائد واحد وبالتالي هي تريد احياء الاتفاق النووي لانها تعتقد بان هذا الاتفاق ليس بين ايران والولايات المتحدة وانه تحقق عبر مفاوضات دامت لمدة عشر سنوات وهي لا تريد ان ينهار هذا الاتفاق ولو كانت تريد انهيار الاتفاق النووي لكانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عندما انسحب دونالد ترامب من هذا الاتفاق الآن هناك هذا بيناء جاسك انا لا اعتقد بان ميناء جاسك هو يرتبط بالمفاوضات النووية المشكلة في هذه المفاوضات النووية التي جرت في فيينا هي ليست من الجانب الايراني ما أعلمه أنا بأن هذه المفاوضات توصلت إلى مسودة اتفاق في نهاية الجولة الخامسة من المفاوضات لأن الجولة السادسة من المفاوضات تركزت على تبادل السجناء والمعتقلين بين إيران والولايات المتحدة بالإضافة إلى بريطانيا لكن جولة الخامسة من المفاوضات أو مباحثات فيينة توصلوا إلى مسودة للاتفاق وكانت هذه المسودة مرضية لجميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إيران قالت بأنها تريد ضمانات حتى لا تتكرر ظهرت دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي وإيران قالت لأنه لا يمكن لنا أن نلدغ من جحر مرتين ونتفق على شيء بعد ذلك يتم الانسحاب من هذا الاتفاق سواء في هذه الحكومة الأمريكية أو في الحكومة الأمريكية اللاحقة وبالتالي طالب الضمانات وقترحت أن يكون تكون الضمانات من وتأمين سبل أخرى لتصدير النفط الإيراني لا تمر عبر المضيق أنا أعتقد بأن هذا توتر في بحر عمان أنا أعتقد بأنه لحد الآن لا نمتلك ولا أحد يمتلك معلومات ووثائق دامغة من الذي وقف وراء إحراق أو مهاجمة السفينة الإسرائيلية إسرائيل تقول إيران تستند على معلومات غير دقيقة غير كافية وبالتالي هناك غموض في من الذي استهدف السفينة الإسرائيلية مرة أخرى سمعنا مساء الثلاثاء بأن هناك أربع سفن هناك صواريخ هناك اختطاف وبعد ذلك تبين أنه لا شيء هناك وإنما ماكنة إعلامية أرادت أن تقول بأن هناك توتر في بحر عمان وعندما أصبح الأربعاء قالوا لا شيء جديد هناك وأن هذه المعلومات غير دقيقة لحد الآن لا توجد معلومات أكيدا من الذي يجري في بحر عمان ولا يمكن أن يدخله داخل إلا وهو معروف أو مقدر تقريبا قبل فترة قصيرة كان هناك هذا الهجوم الذي سقط بمسيرة في خليج عمان والذي سقط ضحيته إثنان شخصا وقناة العالم الإيرانية تحدثت عن أنه رد على الهجوم الإسرائيلي أو الهجمات الصالوخية الإسرائيلية على مطار الضبع السوري سأعود لك دعني أسأل سؤالا سريعا لسيد نورمان ما الذي يمكن أن يتخذ من إجراءات دون أن تتحول المنطقة إلى حرب ما أدوات الردع الممكنة أو تخفيف الضغط على الأصح هذا سيكون صعبا لأن الاحتجاج الدبلوماسي لن يؤدي إلى نتيجة فيما يتعلق بهذا الحادث وطبعا ضربة عسكرية تكون مفرطة ومن المتوقع إن كانت هناك عقوبات إضافية أن تتجاهلها الحرس الثوري وكذلك يجدر أن نجد طريقة تدفع بالحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر بهذا التصعيد ربما أن العقوبات أو زيادة الوجود العسكري في المنطقة قد يساعدان وهذا أمر يؤسف له لأن أمريكا ودول أخرى تريد خفض التواجد العسكري في هذه الممرات البحرية ولكنها قد تكون ضرورية لحماية هذا الممر من الهجومات الإيرانية ثانيا سيد صدقيان ألا تخشى إيران من أن عدم حرصها على الأقل دعنا حتى لا نذهب إلى قضية هل هي متورطة أم لا عدم حرصها على تثبيت مستوى من الأمل في هذه المنطقة وسوابقها في استهداف مناطق وإخراج زوارق وإلى آخره ألا تخشى من أن ذلك قد يؤدي إلى دمار يحيق بإيران أولا الموقف الرسمي الإيراني هو نفى أي مسؤولية لإيران مع هذه الحوادث التي جرت في بحر عمان أنا أعتقد بأن هناك أيدي أخرى أيدي أخرى غير إيرانية هي التي تعمل وأنا يعني لا توجد لأدلة ولأنه الإجابة على من يقف وراء استهداف هذه السفن يحتاج إلى أدلة قانونية وأدلة عينية كافية لكني أعتقد بأن هناك من هو الذي يريد أن يصعد الموقف في هذه المنطقة من هو الذي يريد أن يصعد الموقف في ديران أنا أعتقد بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة وهذا الكيان الوحيد الذي يريد أن يهدف إلى عدة أهداف أولا يريد أن يعكر مفاوضات فيينا هو إسرائيل يعلم بأن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن تريد أن تحيي الاتفاق النووي وإسرائيل لا تريد إحياء الاتفاق النووي لأنها ضغطت على ترامب من أجل الانسحاب وانهيار الاتفاق النووي الآن هناك رغبة أمريكية في إحياء الاتفاق النووي وأعتقد بأن إسرائيل تعمل بهذه الماكنة القوية من أجل التأثير على إحياء الاتفاق النووي أو في حالة واحدة أن يمر إحياء الاتفاق النووي عبر النافذة الإسرائيلية وهذا ما ترفضه إيران من طهران محمد صديقيان ومن فيرجينيا نورمان رول شكرا جزيلا لكم أشيد يا أخوة اشتركوا في القناة